بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنبدأ ننتقل لفترة أخرى من فترات التطور الاقتصادي في مصر وهي مصر في فترة الخمسينات تحديدا مصر فيما بعد ثورة 1952 تعالى كده نشوف ايه تأثير ثورة 1952 في مجال الزراعة ايه اللي حصل طبعا اول حاجة تم اصدار قانون الاصلاح الزراعي والذي كانت اهم نصوصه اول حاجة مصدرة الاملاك الزراعية للأسرة المالكة طبعا الأسرة المالكة قبل 1952 كانت أسرة المالك فاروق خدوا منها كل الأراضي الزراعية اللي كانت بتملكها ليه بقى؟ هنشوف الحاجة التانية حضر تملك الأجانب للأراضي الزراعية ما فيش أي واحد غير مصري يتملك أراضي زراعية في مصر بص بقى هنعمل ايه هنا؟ هنعمل إعادة توزيع لملكية الأراضي ملكية الأراضي خد بالك هنا بكلمة ملكية نعملها لك بالأحمر عشان تبان وعشان تبقى تقدر تفرق فيها كويس جدا بين النص ده واللي تعمل أيام محمد علي محمد علي قال لك ملكية الأراضي كلها للدولة وهنوزع الأراضي على الناس بحق الانتفاع بحق الانتفاع هنا التوزيع هيكون بالملكية يعني لها خد أرض هتملكها تاني إعادة توزيع ملكية الأراضي على فقراء المزارعين ويتم سنة قيمتها على فترة زمنية طويلة وصلت الفترة دي تقريبا لاربعين سنة أيضا إصدار قوانين تحدد عدد ساعات العمل والحد الأدنى للأجر يبقى ده بالنسبة لقوانين إصلاح زراعي اللي تعاملت فيه فترة الخمسينات تاني حاجة تم إدخال نظام التعاونيات الزراعية والذي عمل على نمر واحد توفير كل مستلزمات الانتاج الزراعي كانوا بيحاولوا يساعدوا الفلاح لأن الفلاحين دول بعد ما ملكناهم الأراضي اكتشفنا أنهم فقراء والفقراء دول طبعا معهم لا يملكوا قط يومهم فبالتالي مش قادرين يزرعوا في الأرض مش قادرين حتى يستخدموا أحدى سألات مش قادرين يستخدموا بزور جيدة ولا سمات جيدة فحصل انخفاض في كفاءة وجودة الانتاج الزراعي فكنا لازم نساعدهم فققونا نساعدهم ازاي عم طريق ادخال نظام التعاونيات الزراعية والتعاونيات دي كانت بتساعدهم انها توفر لهم زي من مكتوب قدام حضرتك اهو توفر لهم كل مستلزمات الانتاج الزراعي يبقى هو وفر لك كل مستلزمات سواء ألات سواء بزور سواء سمات مستلزمات الانتاج الزراعي مش بس كده ده كمان التعاونيات دي هتشرف على تحسين عملية الراي ومقاومة الآفات الزراعية كمان جمعيات التعاونية الزراعية دي هتعمل ايه؟ هتساعد الفلاح وساعدة الفلاح في تسويق المحصول بعد ما ياخدوا المحصول بتاعه هتساعدوا ان احنا نسويقه له وكمان منحوا بعض الارشادات الزراعية ايضا من ضمن السياسات اللي تعملت او الاصلاحات الزراعية اللي تعملت بعد ثورة 52 هي انشاء السد العالي وكان السد العالي ده مهم جدا بالنسبة لنا في ذلك التوقيت لنتيجة لزيادة عدد السكان وتزايد الاحتياجات المائية سواء هتستخدم الماء اللي احنا عايزينه ده في الزراعة او في الصناعة طبعا في الصناعة في مجال توليد الطاقة يعني او حتى في الشرب ولكن ترتب على انشاء السد العالي عدد من الاثار الايجابية وايضا بعض السلبيات اهم الاثار الايجابية هي زيادة مساحة الاراضي الزراعية ده اكيد نتيجة انشاء السد العالي توليد الكهرباء طبعا ودي كانت نقطة مهمة جدا كنا محتاجينها عشان الصناعة خاصة ان احنا بعدها على طول عملنا مصانع حديد وصلب تحتاج قدر جديد جدا من الكهرباء وايضا حماية الدولة من الفيضانات والجفاف ودي ايضا كانت من ضمن النقاط المهمة جدا لكن بالرغم من كده الا ان انشاء السد العالي ترتب عليه بعض السلبيات زي انخفاض خصوبة الاراضي الزراعية نتيجة طبعا حجز طامي النيل في جسم السد قبل ما يدخل الاراضي المصرية فطامي النيل ده هو اللي كان بيعملنا بيخلي الاراضي بتاعتنا الزراعية تبقى خصبة حاجة تانية تآكل الشواطئ المصرية نتيجة طبعا تراجع مياه نهر النيل وعدم اندفاعها فاصبحت مياه البحر المتوسط هي اللي بتدخل على مية النيل فطبعا مية البحر المتوسط مياه ملحة فده قدأ لتآكل الشواطئ المصرية وارتفاع نسب النحر فيها واخر نقطة طبعا هي غرق اراضي النوبة نتيجة انشاء بحيرة ناصر بجانب السد ده كده الاصلحات اللي اتعملت فيه مجال الزراعة فيما بعد ثورة 52 تعالي بقى نمسك القطاع الصناعي ونشوف ايه اللي حصل فيه بعد ثورة 52 هنجد القاتي اول نقطة بعد ثورة 52 الدولة اصبح عليها او هي حسة او شعرة ان فيه التزامات اجتماعية ملقا على عطقها تعالي نشوف قد بالك من كلمة اجتماعية دي ها عشان هنفرق دلوقتي بين فترة 52 او ما بعد ثورة 52 وبين فترة حكم محمد علي احنا قلنا فترة حكم محمد علي ركز جدا على الجانب الاقتصادي بص هنا بقى بص هنا بعد ثورة 52 التركيز الاساسي على الجانب الاجتماعي فالتزمت الدولة بتاعين الخرجين قالت لك اي واحد يتخرج لازم يكون ليه فرصة عمل التزمت الدولة بتاعين الخرجين في المصانع المقامة النقطة التانية تدخلت في تسعير السلع المصنعة قالت لك احنا اللي هنحط الاسعار عن طريق وضع تسعير جبرية للسلع ليه عشان تكون اسعار السلع في متناول الجميع كل الناس تقدر تشتري النقطة التالتة قامت بتأميم بعض المشروعات وطبعا بدأت بقناة السويس وده طبعا كان عشان تمول السد العالي وبعد كده بقت تأمم مشروع ورد تاني لغاية لما تحولت كل المشروعات الخاصة في مصر الى ملكية الدولة والنقطة الرابعة قامت بانشاء عدة مشروعات صناعية هامة وكان اهمها زي ما قلت لك مصانع الحديد والسلو وانه يتحدث الاهم من ده كله تعالى بقى نقيم اداء الاقتصاد المصري في فترة الخمسينات خد بالك من كلمة نقيم دي انا كنت قلت لك عليها قبل كده في المحاضرة قلت لك كلمة تقييم تقييم من نظام الرأسمالي تقييم بصي هنا هنقيم ايه هنقيم اداء الاقتصاد المصري كلمة تقييم معناها تقول لي حضرتك ايه الايجابيات وصدها من ناحية التانية السلبيات طب تعالى نمسك السياسات اللي طبقت في فترة الخمسينات وانقيم سياسة سياسة السياسة الاولانية هي سياسة اعادة توزيع الملكية الزراعية السياسة دي لها ايجابيات اه ايه الايجابيات بتاعتها واركز معايا في الايجابيات والسلبيات عشان انت اللي هتقول لي الايجابيات دي تتعلق بالجانب الاجتماعي ولا الجانب الاقتصاد اهم ايجابية كنا عايزين نحققها من اعادة توزيع الملكية الزراعية هي اعادة توزيع الدخل القومي ورفع مستوى معيشة الفلاحين نوزع دخل قومي مرة تانية بشكل اكثر عدالة ونحسن مستوى معيشة الفلاحين طب كان لها سلبيات تعالى نشوف حضرتك لما جدت وزع الملكية الزراعية وديت كل فلاح فقير حتة ارض زراعية كانت النتيجة زي ما هنشوف بالوقت كانت النتيجة ايه كانت النتيجة تفتيت الملكية الزراعية وعدم قدرة المزارع الفقير لان انا قلتلك دول فلاحين فخراء فلما تدي كل واحد فيهم حتة ارض وهو معهوش فلوس هيعمل ايه اولا هيستخسر يستخدم احدث احدث اساليب الانتاج الزراع هيستخسر يستخدم افضل سمات هيستخسر يستخدم احسن بزور فتكون النتيجة عدم قدرته على ادخال احدث اساليب الزراعة وتكون النتيجة النهائية هو انخفاض الانتاج الزراعية وده اللي حصل فعلا يبقى هنا منبص للسياسة الاولانية نجد الناحية الايجابية بتاعتها نحية اجتماعية بحتة لان انا حس المستوى المعيشة لكن الناحية السلبية دي نحية اقتصادية طب بص على السياسة التانية سياسة تعيين الخرجين عايزين نوفر فرص عمل للجميع مفيش حد يتخرج لما يكون لي فرصة عمل طب بص الايجابية حلوة هي تخفيد معدلات البطالة وتوفير فرص عمل للجميع ده هدف جميل بس بص حضرتك السلبية اللي ظهرت ترتب على تعيين الخرجين والتزام الدولة بتعيين الخرجين من ظهور البطالة المقنعة يعني ايه بطالة مقنعة يعني ناس قاعدين في عمل معين في مكان معين بيجوا كل يوم بس ما بيشتغلش وبياخد فلوس الآخر مشتغلش لإيه عشان حضرته او مجموعة الناس دي اكتر او اكبر من طاقة العمل المتاح عندي مكنة او آلة القالة دي عايزة اتنين من العمال يشغلوها حضرتك حطتلي على القالة دي عشر عمال هتكون النتيجة ايه ان اتنين بيشتغلوا وتمانية عادين بيشغلوهم فتكون النتيجة ان في بطالة مقنعة وده ادى الانخفاط حجم الانتاج يبقى الجانب الايجابي الجانب اجتماعي اه اوفر فرص عامل لشان محبطش يزعل ومحبطش يقعد في البيت ونقلل معدل البطل لكن تعالى بقى الجانب السلبي ده جانب اقتصادي بقى السياسة الثالثة سياسة التسعيرة الجبرية اللي الدولة حطتها وقلت لك انا اللي هسعر انا اللي هحطت اسعار السلع ليه يا دولة قلت لك عشان تبقى السلع في متناول الجميع يبقى ايجابياتها ضمان حصول الجميع على اكبر قدر من السلع لكن ليها سلبية خطيرة جدا وهي ضعف الحافز لدى المنتجين على الانتاج وتحسين المنتج بانتا ما تحط لي سعر وانا اشعر كمنتج ان السعر ده ما بيحقق ليش الارباح اللي انا محتاجها طب خلاص بقى مش يبقى مش هيبقى عندي حافز ان انا احسن الانتاج ولا ان انا انتج اصلا سياسة الاخيرة اللي تم تطبيقها في فترة الخمسينيات كالسياسة التأميم وسياسة التأميم كان الغرض منها تحقيق ايجابية مهمة جدا اللي هي سيطرة الدولة على عناصر الانتاج واعادة توزيع عوائد هذه العناصر بعدالة بين افراد المجتمع يبقى الغرض منها اعدالة توزيع الداخل القومي لكن بص حضرتك إيه اللي ترتب عليها؟ الجانب السلبي هنا كان ايه؟ طبعا لما حضرتك لما يجي المستثمر الاجنبي النهارده تقوله انت ما باجيش مصر ليه بتستسلش عندي ليه؟ يقولك اصل مصر قبل كده كان ليها تاريخ مع التأميم اهو احجام المستثمر عن استثمر في مصر خايف يقولك مش بعد ما يجي بفلوسي وعمل مشروع تاخد مني المشروع وتطردني بره هو فكراته كده لغاية النهارده رغم ان احنا النهاردة عملنا قوانين عشان نوقف الفكرة دي لكن مفيش فايدة النقطة التانية طبعا لما حضرتك أممت المشروعات الخاصة اللي كانت موجودة أصبح مفيش كتعة خاص أصبح مفيش شركات مساهمة فتكون النتيجة هو توقف البورصة المصرية عن العمل تعال بقى بص الايجابيات دي كلها وبص الاستلبيات دي كلها هتجد الآتي هتجد ايه هتجد ان في فترة الخمسينات ركزنا بشكل كبير جدا على تحقيق النواحي الإيجابية أسفل النواحي الاجتماعية أو الجانب الاجتماعي وبعدنا تماما وما فكرناش تماما في الجانب الاقتصادي فكانت النتيجة سلبية على النواحي الاقتصادية على الشيء تعال بقى نعمل مقارنة بين فترة حكم محمد علي وفترة الخمسينات تعال نعمل مقارنة سريعة ونشوف المقارنة دي هتوصلنا لإيه هتوصلنا للآتي في فترة حكم محمد علي كان هدف محمد علي تقوية الاقتصاد المصري لكي ينشئ امبراطورية كبرى منفصلة عن الدولة العثمانية ده كان هدفه الأساسي وعلشان كده ركز على الجانب الاقتصادي لأنه عايز يقوي الاقتصاد المصري فركز على الجانب الاقتصادي فكانت النتيجة أنه حقق نتائج اقتصادية إيجابية أما فترة الخمسينان فكان الهدف تحقيق العدالة في توزيع الدخل القومي لأن احنا قلنا أن صورة 52 قامت ليه؟ قامت لأن الناس كانت شعرة بالظلم لأن كان فيه تفاوت كبير جدا بين طبقات المجتمع قبل قيام هذه الصورة فعشان كده لما قامت الصورة كان هدفها الأساسي هدف اجتماعي عايز حقق العدالة في توزيع الدخل القومي علشان كده ركزنا على الجانب الاجتماعي وكانت النتيجة أنه نحن نجحنا في تحقيق تقارب كبير بين طبقات المجتمع والسؤال ليك دلوقتي لو حدرتك متخص قرار تطبق أي فكرة؟ تطبق فكرة محمد علي؟ ولا تطبق فكرة الخمسينان؟ ولا تعمل مزج بين الفكرتين؟ تحاول تحقق توازن بين الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي فكر كده فيها ونبقى نشوف وكده انتهت المحاضرات بتاعتنا وهو دي أو هي دي الأجزاء اللي احنا عايزينها منك في جزء التطور الاقتصادي أتمنى لك إن شاء الله التوفيق وكل عام وأنتم بخير سلام عليكم موسيقى موسيقى نظر